إذن بعد تحرره من قيود السعي لإعادة انتخاباته الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتعامل مع نتنياهو وفق استراتيجية جديدة خاصة بعد أشهر من الدعم العلني المتحفظ وفق تقرير لصحيفة بوليتيكو الصحيفة كشفت أن بايدن يخطط لمناقشة قضايا حساسة بشكل مباشر وصريح مع نتنياهو وتشمل هذه القضايا استخدام إسرائيل لقنابل واسعة النطاق في غزة ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين كما نقلت المجلة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن الرئيس بايدن مصمم على تحقيق تقدم ملموس في هذا اللقاء مشددا على أن الوقت الحالي يتطلب إجراءات حاسمة إذ أشارت البوليتيكو إلى أن مساعدي بايدن يعتقدون أن نتنياهو أمد الصراع للبقاء في السلطة ويفضل عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وأضافت بوليتيكو أيضا أن كاملة هاريس ستلتقي نتنياهو لتقديم نفسها كصوت مستقل في السياسة الخارجية الأمريكية وستعمل على لعب دور محوري خلال زيارة نتنياهو وأشارت هنا الصحيفة إلى أن بايدن يواجه مشكلة معقدة خاصة بعد دعمه نتنياهو علنا في معظم الأحيان بينما حاول سرا كبح جماح جهود الحرب الإسرائيلية وهو ما عرض بايدن لانتقادات حادة من أعضاء حزبه الديمقراطي لمناقش التفاصيل هذه الكلمة وهذه الزيارة وما الذي ممكن أن ينتج عن اللقاء بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي أهلا بك معنا دكتور طارق في برنامج استوديو الحدث أريد أن أسألك لقراءتك للموقف منذ البداية ومعرفتك بالشأن الأمريكي ما الذي ممكن أن نتوقعه من الرئيس جو بايدن ونائبته الآن أثناء زيارتهما أو زيارة نتنياهو لهما أعتقد حضرتك أنه ستكون هناك مقربة جديدة ربما سيبنى عليها كما أشرت حضرتك في جزء التحرر من القيود المعتادة أو التقليدية في التعامل لكن أعتقد أنه نتنياهو سيناور ويحاول أن يحصل على مزيد من التنازلات بالنسبة للحزب الديموقراطي هناك تحسب سيكون من هارس على ما يمكن أن يتم خلال الأشهر المقبلة لكن أعتقد أنه الحزب سيدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن للتعامل بصورة واقعية سواء كان بالنسبة لإمدادات السلاح لا أزال الرئيس الوزراء إسرائيل نتنياهو حضرتك يطالب بقائمة تحفيزية خاصة بالإف 15 والإف 35 وبالقذائف والمجذفات المطلوبة فبالتالي في تفاصيل كثيرة في هذا الإطار لا أريد أن أقول أنه سيدخل في مساومة مع الرئيس جو بايدن لكن أعتقد أن الرئيس بايدن سيكون على مقربة مما يجري خصوصا أنه هناك تخوفات من أن إيباك تلعب دور خطير في الفترة المقبلة يتجوز دورها التقليد التي شاهدناها أمس في عملية الحجد الكبير في الكونجرس وبالتالي أعتقد أن نتنياهو في صرف النظر عامة سيحصل لكنه سيحاول أن يناور في هذا الإطار هل قدرة بايدن تسمح له بتقديم المزيد من التنازلات أم أنه سيدغط في مواجهة نتنياهو أعتقد الحزب الديمقراطي هو الذي سيدفع بايدن لممارسة هذا الدور خصوصا أن الشهور المتبقية تسمح بالفعل لتنفيذ الصفقة تنفيذ الصفقة على الأقل في مراحلها الأولى كما تعلمي حضرتك لم يتحدث نتنياهو على أي إطار يمكن أن تعمل فيه الصفقة أو يدخل فيها أو ما إلى ذلك وبالتالي طرق الأمور للطرفين بمعنى أنها خاضعة للمناقشة وعلى حسب ما سيحصل عليه في هذا اللقاء مع جمعي طيب أنا عندي نقطتين النقطة الأولى أن المناورة أو المساومة التي ممكن تحصل ما بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو في موضوع صفقة الأسلحة سيساوم على ماذا نتنياهو يطلب الصفقة مقابل ماذا أو يتنازل عنها بايدن لنتنياهو مقابل ماذا هذه نقطة النقطة الأخرى بالنسبة للموضوع الصفقة من وجهة نظرك لماذا تعمد نتنياهو أن يتجاهل الحديث حول الصفقة وهو شأن داخل إسرائيلي ربما يؤثر على مستقبل السياسي في هذه المرحلة النقطة الأولى هي عملية المساومة لدى رئيس وزراء الإسرائيلي حضرتي قائمة قائمة كاملة تتجاوز ما ذكرته وفي جزء منه مرتبط به الحصول على اتفاق خاص بالتحالف هيكالي مستمر دائما توفير الضمانات الكاملة لإسرائيل مذكر التفاهم أمنية صغطة إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة ودفعت بها إلى المنظمات اليهودية لتسويقها في مراكز البحث وبالتالي هو يريد الآن أن يضع إطار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في إطار محدد وفقا لمواجهة التحديات والمخاطر وإلا يكون هناك معوقات داخل الكونجرس في موضوع الشاحنات أو الصفقات التالية وبالتالي الأمر يتجاوز حضرتك مطالب محددة إضافة للبرنامج الخاص المساعدات وطلب برنامج إضافة للمساعدات سيطرح من خلال المنظمات التطوعية الأمريكية خارج البرنامج الرسمي للحقوق للإدارة على المستوى الفدرالي فبالتالي في مطالب يريد أن يحصل عليها نتنياهوة وهي دي اللي ستبقى خاضعة حضرتك للمساومات والمقايضات ملف مقابل ملف موضوع مقابل موضوع الأمر الآخر وهو في تأديري هو الأهم هو موضوع الصفقة هو لم يلتزم الاعتبارات طبعا متعلقة حضرتك بالداخل الإسرائيلي هو لا يريد أن يعطي إطارا زمنيا لأنه بافتراض أن تتم المرحلة الأولى من الصفقة ستستمر عدة أسابيع الوقت يمر يكسب فيه نتنياهو شراء الوقت لتنفيذ هذه المرحلة لكن أنا أعتقد أنه الإدارة الأمريكية بصرف النظر عن اللقاء ستضغط فيما تبقى هناك مراكز قوة داخل الحزب الديموقراطي تسعى إلى تنفيذ الاتفاق لتحسين صورة الحزب وليس المرشح سواء كان هارس أو غيرها لأن الحزب في حالة من الضغطات الداخلية وحتى الآن لم تترشح هارس كما تعلمي رسميا لا زال المؤتمر الذي سيحدد هذا في أغسط وبالتالي فيه أمور ستنطبق على الوضع ما بين الحزب الديموقراطي والجمهوري ولا علاقة لها ببايدن أو هارس وبالتالي الأضياء لن تكون أشخاص نتنياهو مناور وماكر ولديه القدرة على إحداث نوع من الخروقات فيما سيتعامل هو ربما سيعود إلى المفاوضات يتحدث بصورة إيجابية على قدرته على المناورة وربما في أحد السيناريوات الأقل تجريحا أن يقبل بإتمام الصفقة ثم يدخل فيه مساومات بعد ذلك بعدة أسابيع بهدف شراء الوقت والوصول إلى الانتخابات في 5 نوفمبر المقبل كان هناك أيضا حديث بأنه في اللقاء ما بين بايدن ونتنياهو محاولة لسد الثغرات في الصفقة الأمريكية لأنه ربما لن يحقق المصلحة التامة لإسرائيل من وجهة النظر الإسرائيلية هل في نقاط معينة تلفت انتباهك ممكن أن يتحدث عنها الطرفان؟ الضمانات حضرتك طلبت الحكومة الإسرائيلية ضمانات محددة متعلقة بمراحل التنفيذ وعدم إعاقة أي تحرك إسرائيلي في القطاع وعدم الرفض أو التحفز على أي إجراءات عسكرية أو استراتيجية واستمرار المواجهة حينما يتعرض الأمن القوم الإسرائيلي للخطر إضافة إلى منح الولايات المتحدة قدرات لإسرائيل في الدعم أو في التحالف أو في الاتفاق المشترك أو في مذكرة التفاهم الأمنية للتعاون في أي مجابهة لحزب الله أو في المخاطر الأخرى يتحدث نيتنياو كما تعلمي أستاذة هاني حول سبعة جبهات تواجه إسرائيل فبالتالي هو في هذا الإطار يريد أن ينقل هذه الرسالة أن أمن إسرائيل القوم يتعرض للخطر التنسيق الأمريكي والحوار الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي يجب أن يدخل مراحل تنفيذية حقيقية ربما حضرتك تسألي طب ما شكل التعاون الآن هو تعاون أمني واستخباراتي فقط وتبادل معلومات هو يريد حضرتك اتفاق أشمل مذكرة التفاهم كبيرة تتضمن ضمانات معينة للتعامل مع المخاطر الأخرى ليست جبهة غزة ولكن الجبهات الأخرى المنوئة لأمن إسرائيل في هذا التوقيت طيب هذا جانب جميل لنتحدث عن الجبهات المناوئة مثلا نتحدث عن الجبهة الشمالية توقعات اندلاع الحرب مع حزب الله طبعا هذا حسب ما تتحدث عنه بعض التقارير وأيضا تحدث عنه الجانب الإسرائيلي ولكن ربما نتنياهو يطلب ضمانات مختلفة لمستقبله السياسي بأنه إذا تمت محاكمته يسمح له بمداولة العمل السياسي هل ممكن أن تقدم واشنطن ضمانات لنتنياهو فيما يخص الموضوع الداخلي الإسرائيلي أم قوة الجذبة التي تأتي من اليمين هي من تجعل نتنياهو يصر على موقفه الآن ويميل إلى هذه الكفة لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية أيا كان هويتها ستعطي الخروج الآمن لنتنياهو وانصح التعبير من الموقف الراهن لاعتبارات طبعا متعلقة بأنه شأن داخلي والنظام السياسي الفدرالي يمنع هذا الأمر بالمناسبة بصرف النظر عن دعم أي إدارة في هذا الإطار وبالتالي أنا أعتقد أن الرئيس الوزراء الإسرائيل نتنياهو لن يقترب من هذه النقطة فيما تبقى له في الفترة المقبلة الرئيس بايدن هو لن يتحدث في هذا بالمناسبة مكونات الإتلاف قوية في إسرائيل وغير صحيح أننا نناور أو نقول أنه خروج هذا الوزير أو ذات من الوزراء المستوطنين أنه سيغير مكونات الإتلاف هذا أمر غير مطروك في حتى تعبيرات يائير لبيد أمس وتعليقات المعارضة تبقى في إطارها لا تزن كثيرا أستاذة هاني في المعادلة السياسية الإسرائيلية والجمهور الإسرائيلي لا يعطي سقطوا لهذه المعارضة وبالتالي الحل لن يكون من داخل المكونات الإتلاف الحل هو مرتبط حضرتك بالتصريع بمواجهة العمل العسكري في تعتقاد نتنياهو لا يزال يفضل العمل العسكري في التعامل في قطاع جزة واستمرار العملية العسكرية إلى نهايةها بصرف نظر عن التوقيت الذي يتم فيه ربما يصل إلى عدد من المحتجزين ربما يصل إلى عدد من قادة حماس لن يغير من معادلته ومقربته بالعكس أنا في تأدير الشخصي سيستسمر حضرتك فيه الأربعة شهور المقبلة لتنفيذ أهدافه ليغير من الواقع نحن في انتظار حدث مفصلي في إطار المواجهة هذا الحدث المفصلي سيغير من قواعد اللعبة في حالتين الوصول إلى عدد من قادة حماس أو الوصول إلى عدد من المحتجزين لكي يكنع الجمهور الإسرائيلي أنه لم يغير من قواعد اللعبة صحيح أنه لم ينجز أهدافه الكبرى في قطاع غزة لكنه يتخوف أيضا من امتداد المواجهات في مصاري عمليات أخرى سواء بالنسبة لحزب الله حضرتك تعلم ما الذي ضار فيه اليمن وبالتالي استهداف الميليشيات الحوسية قد يكون له أولوية إعادة تدوير حساباته العسكرية ليقنع الجمهور الإسرائيلي أن إسرائيل تواجه أزمة وجود وليست حدود والقضية هنا مرتبطة بأمن إسرائيل مقابل أمن إسرائيل أمن الدولة كلها مقابل مجموعة من المحتجزين سيتم التعامل ويتم التعامل بجدية لمحاولة الإفراج عنهم سواء كان بالمفاوضات أو من خلال العمل العسكري يعني هو كأنه بجر المنطقة لحرب إقليمية وهو ما لا تريده أساسا واشنطن الآن طيب أنا عندي سؤال وجهة نظر أخرى دكتور طارق هي تتحدث بأن نتنياهو لم يتحدث عن موضوع المفاوضات في الكونغرس لأنه يخشى من سحب الثقة منه من الأحزاب يعني الموجودة الطوائف الموجودة معه في عذرة للإتلاف الموجود طبعا نتحدث هنا عن بن جفير وسموتريش وربما ينتظر إلى أن يأخذ الكنيسة إجازة يوم الأحد ومن ثم يتم الحديث حول موضوع الصفقة أو يمرر بعض بنود الصفقة هل تتفق مع هذا الرأي أم هناك وجهة نظر أخرى حسب المعطيات طبعا اللي قلتها في البداية هو بالتأكيد حضرتك يشتري الوقت بالمناسبة إعجازة الكنيسة لا تعوق عقد أي لقاء داخل الكنيسة إذا تضرر أمن إسرائيل أو تقدم 25 نائب كما تعلمي من 120 فبالتالي تعقد جلسة السنائية فبالتالي أجازة الكنيسة ثلاث شهور لا تعوق أي أن يخدم على شيء لكن تعطي لنتنياهو فرصة لشراء الوقت واستكمال هذا ولا يتخوب بالفعل حضرتك من خروج الوزراء لكن كما أشرت حضرتك البديل لديه جاهز يعني البديل لدى نتنياهو جاهزة يعني جدعون ساغر على سبيل المثال وافق بالفعل على دخول المكونات الإتلاف إذا خرج الوزراء فبالتالي وهو لديه أربعة مقاعد على ما أذكر أربعة مقاعد بالفعل وبالتالي تمنحه 68 عضو فبالتالي هو لا يتخوف من تغيير القواعد أو التهديد بخروج هذا الحزب أو ذاك لا يمثل لديه شيء هو مهندس بارع في هذا الإطار ويريد أن يقول للجمهور الإسرائيلي أنه يتعامل حضرتك أستاذة هاني بكل الخيارات الخيارات السياسية والعسكرية ومستمر في العمل العسكري وبالتالي كان من الزكاة أنه لا يتعرض بالفعل إلى أي جدول أو أي مفاوضات خاصة بإتمام الصفقة في أي مراحلة وتحدث في أكتر عامة وبناء مظلومية جديدة لإسرائيل وهذه الأمور بطبيعة الحال تلقى قبول لدى الجمهور الأمريكي والجمهور الإسرائيل وأنا من يحب أنسى سؤالي لأنه بيقولوا لي الوقت انتهى بس دكتور طارق أنا عندي سؤال الآن الحرب اللي صايرة في قطاع غزة من حركة حماس حتى وإن كان فيه تخفيف من حزب الله تدخلت الميليشيات الحوثية ولكن ألا تعتقد بأنه أساسا هذه استنزاف للجيش الإسرائيلي وهل هو قادر للصمود أكثر من ذلك يعني إذا استمر الثلاثة الأشهر أو الأربع الأشهر المقبلة ربما يتم عملية الاستنزاف بشكل أكبر سواء من الحوثي سواء من حزب الله أو من العراق للأسف أنا أقول لحضرتك أن إسرائيل لديها وفرة قوة وفرة القوة هي ما تفسر قدرتها على العمل العسكري بصورة كبيرة نعم هناك حالة إخفاقات كبيرة فيه داخل الجيش لكن الجيش الإسرائيلي يسترد جزء من مكانته الإقليمية هو جيش بطبيعة الحال يجب أن نعترف أنه جيش محترف وبصرف النظر عن التعينات التي جرت فيه الجيش خلال الفترة الأخيرة لكن القدرة على المواجهة سبعة جبهات في نفس التوقيت أمر صعب للغاية لا يستطيع الجيش الإسرائيلي في مرحلة انتقالية بالمناسبة ويتحول الآن إلى جيش زكي وخطة تطوير الجيش بدأت العمل بها خلال الأشهر الأخيرة الهدف هو مواجهة هذه الجبهات لكنه يواجه خيارات أيضا صفرية في التعامل مع هذه الجبهات المنوئة لأمن إسرائيل القوم شكرا جزيلا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة على أمريكا الدكتور طارق فهمي شكرا لك